انت لما اتكلمت بقى عن كلية الزراعة بس قبل ما اتخذت على كلية الزراعة كابت الخطيب عاوز تقول له ايه ربنا معك انت عشت اصعب ظروف في اي رئيس نادي عشقك مش في النادي الاهلي في مصر اه متحديات كتيرة جدا لكن انت حطيت عنوان حلوة اه عائلة الاهلي اه وحطيت من ضمنها مبادئ اه تطوير اه يعني ومشيت حققت هذا الشعار بمتاز صدق فعمل فروع جديدة حققت الاعضاء النادي اللي هم عايزينه طورت فريق كرة القدم تعمل بجهد ولكن انا مشفق عليك من هذا الجهد ولابد ان يبدأ اه العمل المؤسسي في كل صغيرة وكبيرة يشيل عنك شوية لانك انت اه هو بي 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 عايز يحط التفاصيل كلها يبقى متطمن عليه اه بي تسيبك تشتغل بس برضو بصص عليك يعني هو مش مش بينام يعني هو بيقولك بيكلفك هو عايش التفاصيل نعم بعض الناس كابتقولك الخطيب اه لعب فز وحاجة فوق الوصف لكن اداري زيرو بعد ما وصلنا كاسعلم للاندية سلة وصلت يد وقدم وحققت انجازات على مستوى وكل الارقام القياسية بحوزيتك بالزبط كده وفي الانشاءات ما انا لسه جاي لك اهو بعض الناس جاي لك اهو اصلا هو الخطيب مهتم بالنادي اجتماعي اكتر منه كورة نبص لاقي جاب والله العظيم انا بقولي الكلام ده ما دي الملبطة والمجدى اللي بتقولي بترده ليه بنرد عشان ايه الغلب ده يعني ما تتشغلش باية تشغل بنفسك يعني بعد انا انا ليه بقولك الكلام ده لان انا الحمدلله كنت موجود في التجمع الخامس وتقابلنا مع بعض في الحاجة فوق الوصف والله العظيم ثلاثة وانا قاعد كده بقولي ازاي تدبر الموارد عشان تعمل هزا تصر مش كده في الوقت ده اه بالزبط كده ما ده اللي انا بقوله ومهتم بايه ده مهتم بالحالة الاجتماعية في النادي والحالة الثقافية والحالة السياحية تفصيلة ما انا بقولك شغال في ادق التفاصيل ما بينامشي اقولك حدا الخطيب يستحق مش ينقصه يستحق ان يكون اعلان بدء في الاسداد من خلاله عشان يتوج هذا المجهود الرائع ويبقى ما فيش حد يفتح بقه بقى لان المستحيل يتحقق اربعة فاينال دور الابطال بتكسب ثلاثة وبتخسر الرابعة بفعل فعل متحاد الكورة اللي خدوا جوا حطوفوا الدرج احنا غلطنا غلطة تدركناها المرة دي ايه بقى عشنا في المشكلة وعشان كده المرة دي كانت شعرنا ايه حتلاقي حكم ظلمك وحتلاقي أجواء مش لي صالحك وحتلاقي دي اللي طلعوها في فترة الأخيرة اه فعشنا هذا الجو وريني انت هتعمل ايه بدراعك مفيش انت اللي هتنقذ نفسك ما تستمعش مساعدة حد عدينا منها احنا بنتعلم من أغلطنا وأخطأنا انت اللقطة اللي بتاعت اللي تصدرت في الصحافة العالمية وفي الميديا والكلام ده ان واحد بحجم الخطيب وصل المغرب مع الفرقة وهو بيشرئيس باسا حسام غالي اللقطة اللي هو ساب حسام غالي هو اليستيل وكله بيتحيل عليها عشان يطلع لهم لأ ده صناعة كوادر جديدة ده يعني طب انت عاوز اكتر من كده مؤسسية القيادة ونظام النادي الاهلي ومبادئه اللي ماشي عليه هو اللي بيسفر ان الخطيب ينقل تجربته الذي تعلمها الى الاخرين اللي مش هيقضي وفرطه فيها وعشان كده النادي الاهلي مكمل وعشان كده أنا ليه كلمة الناس ما بتتوقفش قدامها كثيرا حبوا الاهلي كما وجدتموه لان الكتالوج ده هو اللي منجحنا اكيد اكيد